في ظل التضخم الذي يضرب العالم في الوقت الحالي وارتفاع الأسعار غير المسبوق في كثير من الدول وفي أوروبا تحديدا وفي الولايات المتحدة هل من الممكن أن يكون الاستثمار في العملات المشفرة يحمي الأموال من التضخم ويضيف إلى الاستثمارات المتعلقة بالمستثمرين أم لا كل هذا وهذه الأمور مرتبطة بالأساس بأسعار الفائدة في الوقت الحالي التي نشاهد أنها بصدد الارتفاع وأنه بات حتميا رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية هذا الأمر بات مرتبطا بشكل أساسي بالبيتكوين أو بالعملات المشفرة بعدما كانت أصول رقمية التحرك ربما منفردة في السوق وبناء على توجهات المستثمرين فيها فقط باتت معبرا عن أداء السوق والتجاهات المستثمرين بشكل واضح بيتكوين منذ بداية عام 2022 والحديث عن رفع أسعار الفائدة شهدنا عليها ترجعات ب13 في المئة الإثيريوم أيضا هي الأخرى ترجعات ب17 في المئة منذ بداية عام 2022 الذي نحن فيه وأسباب هذه الترجعات كان بالطبع للطرابات في كازاخستان التي تستحوذ على نحو 20 في المئة من تعدين العملات المشفرة حول العالم إضافة أيضا إلى القرار بالنسبة للفدرال الأمريكي برفع الفائدة على الدولار وبالتالي الاتجاه من قبل الكثير من المستثمرين نحو الاستثمار في البنوك وفي سندات الخزانة وعوائد أخرى كيف هي العلاقة أو ما هي العلاقة ما بين البيتكوين والأصول الأخرى كان الحديث في وقت من الأوقات عن أن البيتكوين سوف يكون هو الذهب الرقمي وأن الاستثمار فيه سوف يحقق مكاسب كبيرة مثل الذهب كيف هي العلاقة ما بين البيتكوين وما بين الذهب تبدو العلاقة ما بين الأصلين هي علاقة عكسية إذا شاهدنا صعودا للذهب كما نشاهد في الوقت الحالي في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم ويستفيد الذهب من هذا الارتفاع بالنسبة للتضخم وأصعد إلى مفوق مستويات 1800 دولار بالنسبة للذهب نشاهد تراجعات على البيتكوين هروبا من هذه المخاطر أيضا فيما يتعلق بعوائد سندات الخزانة وهي الضغط الأكبر في الوقت الحالي أو المهرب الأكبر بالنسبة للمستثمرين نشاهد ارتفاع في عوائد سندات الخزانة للـ 1.8 في المئة في المقابل نشاهد تراجع للبيتكوين في هذه العلاقة العكسية أخيرا فيما يتعلق بالتوقعات في أسعار البيتكوين وقبل هذه التوقعات نشاهد البيتكوين كان في نوفمبر الماضي يصعد لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 69 ألف دولار وقتما أعلن التضخم في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياته في 30 عاما وشاهدنا الوصول لمستويات 69 ألف دولار ولكن جولدمان ساكس يتحدث عن أن البيتكوين قد يصل إلى مستويات المئة ألف دولار في خلال الخمس سنوات المقبلة أما كارول أليكساندر الأسادة المالية في جامعة ساكس الأمريكية تتوقع أن يكون البيتكوين عند العشرة ألاف دولار في 2022 إذن السؤال هو هل من الممكن أن يكون البيتكوين والعملات المشفرة ملاذا من التضخم في الوقت الحالي بغض النظر عن الأصول الأخرى ترجمة نانسي قنقر